أعوذ بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم باسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ومن ولاهن يوم الدين وبعد أيها الأبناء الأحباء أحييكم وتحسن بكم العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في البداية أبناء الأحباء أقول لكم مرتين كل عام وأنتم بخير الأولى بمناسبة شهر رمضان بوارك والثانية بمناسبة انتهاءنا من دروس مادة لغتي اليوم إن شاء الله في درسنا في مادة لغتي لا يكون درسا بالمعنى المفهوم والدارج لأننا قد انتهينا من الدروس لكن سيكون تقويم في المادة يشبه ما كنا أنزلناه سابقا في مسابقة أبطال الرقي عبارة عن تقويم عبارة عن ثلاثة أسئلة السؤال الأول أن تقرأ أبناء الحبيب يقرأ ما يأتي ستقرأ هذا الدرس أو هذا المقطع من الدرس وبعد أن تقرأه سنتجه إلى السؤال الثاني وهو استخرج من الدرس السابق المهارات الآتية نريد مادة بالألف طبعا كما قلنا سابقا لن تكتب المادة بالألف بمفردها كذا فهذا خطأ وإنما ستكتب الكلمة التي بها المادة بالألف كاملة الكلمة كاملة من مجموعة خروف كذلك المادة بالياء ثم المادة بالواو تستخرج من الدرس الذي بأعلى ثم لام قمرية كلمة بها لام قمرية ثم كلمة بها لام شمسية وكلمة بها تاء مربوطة تنتهي بالتاء المربوطة وكلمة تنتهي بالتاء المفتوحة وكلمة تنتهي بالتنوين بالفتح تنوين بالإيش؟ بالفتح السؤال الثالث طبعا سنجيب هذه الأسئلة أبناء الحباء وترسلون علي الإجابة كما هي العادة على الخاص لأقوم بالتصحية إن شاء الله رتب الكلمات الآتية لتكون جملة مفيدة كلمة الشجرة تتراقص العصافير فوق يصلح هذه مفهومة جملة مفهومة صح ولا لا شباب صح طيب مدامة هي جملة ملخبطة أنا أريد منكم يا ممتازون أن ترتبوا هذه الكلمات لنكون منها جملة مفهومة لها معنى مفهوم ومعنى مفيد فما يصلح أقول الشجرة تتراقص العصافير فوق ماذا يقول السؤال قاعد يتكلم كلام حين ما إحنا فهمينه لا الآن أبيكو الصحح لي هذا الكلام لنا أقرأ غير مرتب هذا أنتم صحوه وتكتبوا لي ترتيب الكلمة بشكل صحيح على هذه النقاط الموجودة تحت السؤال السؤال الثاني ترتيب أيضا أيها شكرا لك العصفور أيها شكرا لك العصفور ما يصلح أيضا جملة غير مفهومة وكلمات غير مرتبة ستقومون إن شاء الله بترتيبها وتكتبون الحل هنا في هذا المكان على النقاط بهذا تكون قد أجبتم على جميع الأسئلة الموجودة في هذا التقويم وسنتبعه إن شاء الله بتقويم آخر في حصة قادمة بإذن الله تعالى وإلى هنا نكون قد انتهينا من درسنا اليوم وأستودعكم الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة